أهلاً وسهلاً بطلب الثاني السنوي في مادة الأحياء النهاردة هنشرح الدرس الثالث من الفصل الأول واللي هيكون عن التغذية غير الزاتية أول حاجة نتكلم عنها هي الهض الكائن الحي غير ذاتي التغذية علشان يحصل على غزاو في صورة موضع عضوية جازة ومعقدة غالباً بتكون الجزائيات دخمة ولا تستطيع أنها تنفس خلال أكشية خلايا الكائن الحي علشان كده مش بيقدر يستفيد منها إلا بعد هضلها فيبقى الهضم عبارة عن عملية تحويل غزيئات الطعام الكبيرة إلى جزيئات صغيرة بواسطة التحلل المائي ومساعدة الينزيمات وبالتالي بتكون أهمية الهضم هي تكسير غزيئات الغزاء الكبيرة ومعقدة التركيب إلى جزيئات أصغر حجماً وأبسط تركيباً بحيث يسول امتصاصها ودخولها إلى الخلية سواء كان بخاصية الانتشار أو بخاصية النقل النشط علشان الخلية تقدر تستخدمها كمصدر للطاقة أو للبناء واستمرار النمو ومن أمثلة الهضم عندنا تكسير البروتينات إلى الأحواد الأمنية وتكسير النشويات إلى سكريات وحدية زي الجلوكوز وتكسير الدهون إلى أحواد دهونية زايد الجيسرين في الأول كده تعالى نسترجع المعلومات الخاصة بالانزيمات والانزيمات هي عبارة عن مواد بروتينية لها خصائص العوامل المساعدة لتيجة قدرتها على التنشيط المتخصص تعالى بعد كده نشوف ألية عمل الانزيم كل انزيم بيحفز أحد التفاعلات الكيميائية وده اللي بيسمى التنشيط المتخصص والتفاعل ده بيعتمد على تركيب الجزئة المتفاعل وشكل الانزيم وبعد إتمام التفاعل بتنفصل جزئات الناتجة على الانزيم وبتسيبه في الصورة اللي كان عليها قبل التفاعل وزي ما احنا شايفين كده عندنا قد الانزيم بيتحد مع مادة التفاعل فبيكون مركب وسط جير سابت وبعد كده بتطلع نواتج التفاعل والانزيم بيكون زي ما هو من غير ما يتأثر والانزيمات بتتميز بخمس خصائص أول حاجة الانزيمات بتكون متخصصة وده لأن كل انزيم تفاعل كيميائي معين بيحفزه معتمدا على تركيب الجزئ المتفاعل وشكل الانزيم 2- الانزيمات لا تؤثر على نواتج التفاعل لأنها بتعمل كعوامل حفازة بتزود من معدل التفاعل لحد ما يصل لحالة اتزال 3- في بعض الانزيمات بيكون لها تأثير عكسي بحيث ان الانزيم اللي بيساعد على تكسير جزئ معقد إلى جزئين أبسط في نفس الوقت بيستطيع انه يعيد ربط الجزئين مرة تانية إلى نفس الجزئ المعقد ومن الأمثلة على الانزيمات اللي بيكون لها تأثير عكسي عندنا انزيم كربونيك انهيدريز وده بيحفز تفاعل CO2 مع الH2 علشان يتكون لنا H2CO3 وبرضه في نفس الوقت بيكون لتأثير عكسي بحيث انه هو بيحلل الH2CO3 إلى H2O زاد CO2 رابح حاجة من خصائص الانزيمات ان درجة نشاط الانزيم بتعتمد على كل من درجة الحرارة ودرجة الهس الهيدروجيني واللي اختصاره BH والهس الهيدروجيني هو الكياس اللي بيحدد تركيز أينات الهيدروجين في المحلول وإحنا عندنا المحليل بتنقسم إلى ثلاث أنواع محليل حمضية والBH بتكون فيها أقل من سبعة ومحليل قلوية أو قاعدية والBH بتكون فيها أكبر من سبعة ومحليل متعبلة وفيها الBH بتساوي سبعة نيجي بعد كده لخامس وآخر حاجة من خصائص الانزيمات بيكون في بعض الانزيمات بيتم يفرزها في حالة غير نشطة أو كاملة وبيتم تنشطها بوسطة مواد خاصة ومن الأمثلة عندها ألزيم البيبسين اللي بيتم يفرزه في المعدة في صورة غير نشطة اللي هي البيبسينوجين وبيتحون في وبوض حمض الهيدروجلوريك إلى البيبسين النشط نيجي بعد كده لجزية الهضم في الإنسان تعال نشوف تركيب الجهاز الهضم في الإنسان عمل إزاي الجهاز الهضم في الإنسان بيتكون من قناة هضمية وغدد ملحقة بالقناة الهضمية القناة الهضمية بتتكون من الفم بعد كده البنعوم بعد كده المريء بعد كده المعدة بعد كده لمعايا الدقيقة وبعد كده لمعايا الغليظة وفي الآخر بيكون في فتحة الشرق والغدد الملحقة بتشمل الغدد اللعبية والكبد والبنكرياس نيجي بعد كده نشوف مراحل الهضم أول حاجة الهضم في الفم القناة الهضمية بتبدأ بفتحة الفم والفم بيحتوي على ثلاث حاجات أول حاجة وهي الأسنان تاني حاجة اللسان تالت حاجة الغدد اللعبية الأسنان بتتميز إلى قواطع وانياب ودروس القواطع بتكون في مقدمة الفك وبيتم استخدامها في تقطيع الطعاء والأنياب بتكون موجودة وراء القواطع وبيتم استخدامها في تمزيج الطعاء والدروس بتكون وراء الأنياب وبيتم استخدامها في طهر الطعاء بعد كده اللسان بيقوم بتزوج الطعام وتحريكه وخلطه باللعاب اللي بيتم يفرزه من الغدد اللعبية نيجي بعد كده للغدد اللعبية وهم تلات أزواج من الغدد اللعبية بتفتح بكنوات في التجويف الفمي علشان تصب اللعاب اللي بيحتوي على المخاط اللي بيلين الطعام ويسهل انزلاكه ظهر ان اللعاب بيحتوي أيضا على انزيم الأميليز واللي بيطلق عليه اسم التيالين وهو بيعمل في وسط قلة وضعيف البيتش بتساوي 7.4 ودور انزيم الأميليز هو انه بيحلل النشا الى سكر سناي وهو الملتوز واللي معروف باسم سكر الشغير فاحنا عندنا النشا لما بيدخل الفم بيتم تحليله مائيا بوسطة انزيم الأميليز اللي بيعمل في وسط قلة وضعيف الى سكر الملتوز وده سكر سناي وبيطلق عليه اسم سكر الشغير نيجي بعد كده للبلعوم البلعوم بيكون موابود في مؤخرة الفم بحيث انه بيمتد منه أنبوبتين الأنبوبة الاولى هي المرية واللي بتكون موابودة في الخلف والأنبوبة التانية اللي في الامام هي القصبة نوعية ودي بتعتبر بوزء من الجهاز التنفسي في منطقة البلعوم بتحصل عملية البلع وعملية البلع بتعتبر فعل منعكس منصف بحيث انه أثناء عملية البلع بترتفع كمة القصبة الأوائية والحلجرة أمام لسان المزمار علشان تيفل فتحتها فيندفع الطعام من الفم الى المريء نيجي بعد كده للمريء والمريء بيكون بعد البلعوم بحيث انه يمر في العلق والتجويف الصدري ممتدا بمحاذاة العمود الفقري وطول المريء حوالي 25 سنتيم والمريء بيكون موجود في التنطب غدد لإفراز المخاط ودور المريء هو انه بيقوم بتوصيل الطعام للمعدة بوسطة مجموعة من الانكباضات والانبساطات العضلية التي تسمى الحركة الدودية واللي بتستمر على طول القناة الهضمية علشان تقوم بدفع الطعام وخطه وعجله مع العصارات الهضمية بعد كده تشوف الهضل في المعدة المعدة هي عبارة عن كيس منتفق بتبدأ بعضل أخلاقية بتتحكم في فتحة الفؤاد وفتحة الفؤاد بتفصل المعدة عن المريء وبتنتهي المعدة بعضلة حلاقية عاصرة علشان تتحكم في فتحة البواب وفتحة البواب بتفصل المعدة عن الأمعاء الدقيق المعدة بتفرز العصير المعدة وهو عبارة عن سائل حمضي عديم اللون بيتكوى من ثلاث حاجات أول حاجة هو المية وبتكون نسبتها 90% تاني حاجة حمض الهيدروكلوريك اللي هو اختصاره HCL وبيكون ليه 3 وظايف أول حاجة هو أنه بيجعل الوسط في المعدة حمضي وبتكون البيتش بتساوي من 1.5 إلى 2.5 وبالتالي بيوقف عمل أنزيم الأميليس اللي هو التيالين وبيقتل الميكروبات اللي بتدخل مع الطعام وبينشط أنزيم البيبسين تالت حاجة ووجودة في العصير المعدة هو أنزيم البيبسين واللي بيتم يفرزه في صورة غير ناشطة تسمى بيبسينوجين وبيقوم حمض الهيدروكلوريك بتنشيطه علشان يغضم البروتينات إلى سلاسل عديد الببتيد إنزيم البيبسيني الناشط بيحلل البروتينات وبيكسرها من روابط ببتيدية كبيرة إلى روابط ببتيدية وسيارة وبالتالي بيلاحظ أن البروتينات هي المواد الغذائية الوحيدة اللي بيأثر عليها العصير المعدة ده غير إن العصارة المعدية ما بتأثرش على الخلايا المبطنة للمعدة وده بسببين أول سبب إنزيم البيبسينوجين بيكون موجود في صورة غير ناشطة وبالتالي لا يتم تنشيطه إلا بعد خروجه من خلايا المعدة إلى تجوفها وده بيكون بفعل حمض الـ HCL تاني حاجة هو وجود الافرزات المخاطية الكسيفة للجدار الداخلي للمعدة واللي بتحميها من فعل العصارات الهضمة نيجي بعد كده للهضل في الأمعاء والأمعاء بتكون موجودة بعد المعدة وبتتكون من الـ 10 والصائم واللفائفة طول الأمعاء الدقيقة بيبلغ حوالي 8 أمتار وقطرها بيتراوح من 3.5 سنتي في بدايتها 1.5 سنتي في نهايتها والأمعاء بتنتني على نفسها وبيربط بين التواتها في شاء اسمه قشاء المصاريقة بيتم يفرز مجموعة من العصارات الهضمة داخل الأمعاء الدقيقة والعصارات دي بتعمل على هضم الطعام وهم 3 أنواع من العصارات أول حاجة العصارة الصفروية تاني حاجة العصارة البنكرياسية تالت حاجة العصارة المعاوية تعال نشوفهم كده بالترتيب عندنا العصارة الصفروية بيتم يفرزها من الكبد على الغذاء أثناء مروره في الأسنى عشر والعصارة الصفروية تخلو من الإنزيمات الهضمة وده العصارة الوحيدة التي لا تحتوي على أي إنزيمات وظيفة العصارة الصفروية هي أنها بتعمل على تحويل الدهون إلى مستحلب دهني يعني بتجزأ الحبيبات الدهنية الكبيرة إلى قطرات دهنية صغيرة وبالتالي بيسهل ويسرع التأثير الإنزيمي على الدهون التي تزوب في المال العصارة الصفروية بيتم إنتاجها من الكبد وبيتم تخزينها داخل الحوصلة الصفروية التي هي المرارة لحين نفرزها في الأسنى عشر نجي بعد كده للعصارة الثانية وهي غصارة البنكرياسية والعصارة البنكرياسية بتفرز من البنكرياس على الطعام في الأسنى عشر وبتحتوي الغصارة البنكرياسية على أربع حاجات أول حاجة هي بيكربونات الصوديوم ودي بتعادل حمد الـ HCL اللي هو حمد الـ Hydrochloric وبتخلي الوسط قلوي يعني الـ pH بتساوي 8 تاني حاجة إنزيم الأميليز البنكرياسي وده بيعمل على تحليل النشا والجليكوجين إلى سكر سناي اللي هو سكر الشعير واللي اسمه سكر الملتوز فبيتم تحلل النشا والجليكوجين مائيا داخل الأمعاء في وسط قلوي إلى سكر ملتوز اللي هو سكر الشعير بفعل إنزيم الأميليز البنكرياسي تاني حاجة إنزيم التريبسينوجين وده بيكون غير نشط ولكن أول ما يوصل للإسنا عشر بيتحول إلى الصورة النشطة وهي التريبسين وظيفة إنزيم التريبسين هو أنه بيعمل على تكسير البروتينات إلى عديدات البيبتيد وبتم تنشيط تريبسينوجين إلى تريبسين بفعل إنزيم بيتم إفرازه من الجدار الداخلي للنمعاء الدقيقة بيطلق عليه اسم التيروكينيز وبالتالي نستنتج إن العصارة البنكرياسية تحتوي على إنزيم التريبسينوجين غير راشط بحيث إنه لا يتم تحليل أنسيجة البنكرياس المكونة من بروتين تاني حاجة إنزيم الانتيروكينيز بيلعب دور غير مباشر في هضل البروتينات وده لإنه بيعمل على تنشيط التريبسينوجين إلى تريبسين نجي بعد كده الرابع حاجة في العصارة البنكرياسية وهو إنزيم اللايبيس وإن اسمه هو بيحلل الليبيدات يبقى إنزيم اللايبيس بيحلل الدهوء المائيا بعد تجزئاتها بالصفرة إلى أحمد دونية زائد جليسري العصارة اللي بعد كده هي العصارة المعاوية وده بيتم يفرزها من خلايا خاصة في جدار الأمعاء الدقيقة وبتحتوي على إنزيمات بتكمل عمل لإنزيمات السابقة في عملية العضم النهائي لمكونات الغزاء أول حاجة العصارة المعاوية بتحتوي على مجموعة إنزيمات الببتيديز التي تعمل في وسط قلوي وده عدة أنواع بيختص كل منها بتكسير الروابط الببتيدية اللي بتكون موجودة بين أنواع معينة من الأحماض إلى أمينية في سلسلة عديد الببتيد علشان تنتج في النهاية إلى أحماض الأمينية المختلفة يبقى إنزيمات الببتيديز التي تعمل في وسط قلوي بتحول سلاسل عديدات الببتيد إلى أحماض أمينية المختلفة ثاني حاجة مجموعة الإنزيمات المحللة للسكريات الصناعية إلى سكريات وحدية وإيه كالتالي إنزيم الملتز وده بيحلل سكر الملتوز اللي هو سكر الشعير إلى 2 جزيز من سكر الجلوكوز واللي اسمه سكر العين ثاني حاجة إنزيم السكريز وده بيحلل سكر السكروز إلى جلوكوز زائد فاركتوز ثالث حاجة إنزيم اللاكتيز وده بيحلل سكر اللاكتوز اللي هو سكر اللبن إلى سكر جلوكوز وجالكتوز وآخر حاجة في الهصارة المعوية هو إنزيم الانتروكنيز والإنزيم ده مش من الإنزيمات العظمة ولكنه بيلشط إنزيم التريبسينجين إلى تريبسين وبالتالي بنستنتج أن الإنزيم المحلل للسكريات الصناعية إلى سكريات أحدية متمثلة هو إنزيم المالتيز وكمان بنستنتج أن هضم السكريات الصناعية زي سكر السكروز وسكر اللاكتوز بتبدأ وتنتهي في الأمعاء الضقيقة يبتعال كده نلخص بسرعة العصارات الهضمة اللي بيتم إفرازها على الطعام للقناة الهضمية من بداية القناة الهضمية بيتم إفراز اللعاب والعصارة المعادية والعصارة الصفروية والعصارة البنكرياسية والعصارة المعوية اللعاب بيتم إفرازه من الغدد اللعابية في الفم وبيحتوي على كل من المخاط وإنزيم الأميليز واللي وطلق عليه اسم التيالين والعصارة المعادية بيتم إفرازها من جدار المعدة الداخلي وبتعمل في تجويف المعدة وبتحتوي العصارة المعادية على الماء وحمد الهيدركلوريك وإنزيم البيبسينوجين غير النشط والعصارة الصفروية بيتم إفرازها من الكبد وبتعمل داخل الاسنا عشر والعصارة الصفروية بتحتوي على الصفرة اللي بتحول الدهون إلى مستحلب دهون بعد كده نيجي للعصارة البنكرياسية اللي بيتم إفرازها من البنكرياس وبيتم عملها داخل الاسنا عشر وبتحتوي العصارة البنكرياسية على بيكربونات السوديوم وإنزيم الأميليز البنكرياسي وإنزيم التريبسينوجين وإنزيم اللايبيز وآخر عصارة هي عصارة المعوية ودي بيتم إفرازها من خلايا خاصة في جدار إلى معاية دقيقة وبيتم عملها في منطية اللفائفي وبتحتوي العصارة المعوية على إنزيم الببتديز وإنزيم الساكريز وإنزيم الإنتيروكنيز وإنزيم المالتاز وإنزيم اللاكتيز وبرضه على شام من طلقباتش تعالى نلخص مراحل هضم الكربوهيدرات والبروتنات والدوون على طول القناة الهضمية الكربوهيدرات بتدخل الجسم في ثلاث صور أول صورة وهي النشويات واللي بيتم تحليلها بعد كده إلى سكر الملتاز اللي هو سكر الشغير بوسطة إنزيم الاميلاز اللي يتم يفرزه من الغدد اللعبية بعد كده بيتحول الملتاز إلى اثنين جزي جلوكوز بفعل إنزيم الملتاز اللي بيتم يفرزه من الوسارة المعوية في أنمعه الضقيق ثاني حاجة سكر السكروز اللي هو سكر الأصب وده بيتم تحويله إلى جلوكوز وفراكتوز بوسطة إنزيم السكريز اللي بيتم يفرزه من الوسارة المعوية في أنمعه الضقيق ثاني حاجة وهو سكر اللاكتاز اللي هو اسم سكر اللبن بيتحول إلى جلوكوز زائد جلوكتوز بفعل إنزيم اللاكتاز اللي بيتم يفرزه من الوسارة المعوية في أنمعه الضقيق نيجي بعد كده للبروتنات والبروتنات بتتحول إلى عديدات البيبتيد بفعل إنزيم البيبسين اللي بيتم يفرزه في المعدة بصورة غير نشطة وهو البيبسينوجين بعد كده عديدات البيبتيد بيتم تحولها إلى أحماض أمينية بوسطة إنزيمات البيبتيديز اللي بيتم يفرزه من الوسارة المعوية في أنمعه الضقيق وآخر حاجة وهي الدهون الدهون بيتم تحولها إلى مستحنة بدوني بوسطة الوسارة الصفروية اللي بيتم يفرزها من الكبد ويتم تخزينها داخل الحويصالة الصفروية اللي هي المرارة بعد كده بيتم تحويل المستحنة بدوني إلى أحماض دونية زاد جيليسلين بوسطة إنزيم اللي بيتم يفرزه من الوسارة البنكرياسية في الأسنى عشر بعد ما الجسم يخلص من عملية هضم الطعام بينتقل المرحلة اللي بعد كده وهي الامتصاص والامتصاص هو عبارة عن عبور المركبات الغزائية المعظومة إلى الدم أو اللنف خلال الخلايا المبطنة لللفائفي واللي اسمها الخملات في منطقة الأمعاء الدقيقة لما نجي ندرس تركيب جدار الامعاء الدقيقة بنلاحظ وجود إنساناءات عديدة في جدار اللفائفي والإنساناءات دي بيطلق عليها اسم الخملات بتبلغ مساحة السطح الدخيل الامعاء الدقيقة حوالي عشرة متر مربعة وده رقم كبير لإنه بيساوي حوالي خمس أضعاف مساحة سطح جسم الإنسان وده بسبب وجود الخملات اللي بتزود من مساحة سطح الامعاء الدقيقة المعرض لامتصاص الانغزاء المعظومة ولما نجي نشوف تركيب الخملة بلاحظ إن هي بتتكون من طبعة طلاقية وده طبعة بيكون موجود بداخلها وعاء لبني أو ما يسمى وعاء الانفاوي ويحيط به شبكة من الشعيرات الدموية الشريانية والوريدية والخملة بتحتوي على خميلات دقيقة ويعبارة عن امتدادات صغيرة جدا لخلايا الطبعة الطلاقية للخملة بتظهر تحت الميكر الإلكتروني وبتعمل أيضا على زيادة مساحة سطح الامتصاص تعالوا نشوف دلوقتي الخملات إزاي بتمتص الغزاء المعضوم بيتم انتقال نواتج الهضم إلى الدم واللمف بخاصية الانتشار الهشاي وخاصية النقل النشط وبيكون فيه طريقين علشان المواد الغزائية المنتصة تمشي فيهم في كل خملة الطريق الأول هو الطريق الدموي والطريق الثاني هو الطريق الانفاوي الطريق الدموي بيبدأ بالشعيرات الدموية داخل كل خملة وبيمر فيه كل من المياه والأملاح المعدنية والسكريات الوحدية والأحماض الامينية والفيتامينات الزائبة في الماء المواد دي بتنتقل إلى الوريد البابي الكبدي اللي بينقلها إلى الكبد وبعد كده بتخرب من الكبد خلال الوريد الكبدي اللي بينقلها إلى الوريد الأجوف السفلي وبعد كده بتدخل القلب عن طريق الوزين الأيمن الطريق الثاني اللي هو الطريق الانفاوي بيمر فيه كل من الجليسترين والأحماض الدمية وما يزوب فيها من فيتامينات الفيتامينات اللي بتمر في الطريق الانفاوي هي الفيتامينات الموجودة في كلمة كده يعني فيتامين ك وفيتامين إي وفيتامين دي وفيتامين إي بعد كده بيتم اتحاد بعض الجليسرين والأحماض الدهونية علشان تكون دهون داخل خلايا الطبع الطلاقية للخاملات وكوزة التانية من الأحماض الدهونية اللي ما اتحدش مع الجليسرين بتلتصوا الخلايا الطلاقية للخاملات على شكل كطيرات من الدهون بواسطة البلعمة فبتتجي جميع الدهون إلى الأوعية الليبنية داخل الخاملات وبعد كده بتنتقل إلى الجهاز اللينفاوي اللي بيحملها بشكل بطيل لحد ما يصبها في الوريد الأجواف العلوي اللي بينقلها إلى القلب بالتحديد أن يزين العيمن فبنستنتج كده أن الوريد الأجواف السفلي بيحمل مواد غزائية مهضومة هضما كاملا زي الكربوهيدرات والبروتنات بينما يحمل الوريد الأجواف العلوي بعض المواد غير المغضومة زي الدهون خلال الأوعية الليبنية وبشكل مختصر كده تعالى نشوف الطريق اللي بتمشي فيه المواد الغزائية الممتصة في الخاملات بتنتقل المواد الغزائية إلى الخاملات يهم عن طريق خاصية الانتشار الغشاي أو عن طريق خاصية النقل النشط وبتمشي في طريق من الاثنين أول طريق هو طريق الدموي واللي بيمر فيه كل من السكوريات الوحدية والأحماض الأمينية والمية والأملاح المعدنية والفيتامينات الزعبة في المياه فبتمر إلى الشعيرات الدموية الموجودة في الخاملات وبعد كده بتنتقل إلى الوريد الكبدي البابي وبعد كده بتنتقل إلى الكبد ومن الكبد تنتقل إلى الوريد الكبدي وبعد كده الوريد الأجواف السفلي اللي بينهنا إلى الألب والطريق الثاني اللي هو الطريق اللينفاوي بيمر فيه كل من الجليسرين والأحماض الدفنية والفيتامينات الموجودة في كلمة كده بتنتقل إلى الأوعية اللبنية بالخملات وبعد كده بتنتقل إلى الجهاز اللينفاوي اللي بينهله إلى الوريد العجوف العلوي ثم تنتقل إلى القلب نجي بعد كده لجزئية التمثيل الغذائي أو الأيد التمثيل الغذائي أو الأيد هو عملية بيستفيد منها الجسم بالمواد الغذائية المعظومة التي تم امتصاصها وبتشمل عملية التمثيل الغذائي عمليتين متعكستين وهم عملية البناء وعملية العاد عملية البناء بيتم فيها تحويل المواد الغذائي البسيطة إلى مواد معقدة تدخل في تركيب الجسم زي مثلا تحويل السكريات الوحادية إلى مواد نشوية تخزن على هيئة جلايكوجين في الكبد والعضلات ومثلا تحويل الأحماض الدونية والجيسرين إلى مواد دونية تخزن في الجسم خاصة تحت الجلد وكمان تحويل الأحماض الأمانية إلى عنواع البروتينيات المختلفة ولكن في عملية الهدم هي عملية بيتم فيها أكسادة المواد الغذائية الممتصة خاصة للسكريات لإنتاج الطاقة اللازمة لأداء وظائف الجسم الحيوية وعشر حاجة خالص في الجهاز الهدمي هي الممعية الغريزة واللي بيتم منتلالها التخلص من فضلات الطعام بتندفع فضلات الطعام غير المعظومة إلى الأمعية الغريزة بطانة الأمعية الغريزة بتحتوي على الكثير من التحززات وبالتالي بيساعد على انتصاص الماء وجزء من الأملاح المعدنية من خلالها فتصبح فضلات الطعام شبه صلبة وبتتعفن داخل الأمعية الغريزة بسبب وجود بعض أنواع من البكتيريا موجودة فيها بعد كده بتفرز الأمعية الغريزة مخاط بيساهل مرور فضلات الطعام للخارج فيتم طرد الفضلات على شكل براز من فتحة الشرق نتيجة تقلصات شديدة في عضلات المستقيم مع ارتفاع العضلتين العصريتين على جانبي فتحة الشرق وآخر استنتاج معنا هو أن عدد العضلات العصرة اللي بيحتويها الجهاز الهضمي في الإنسان أربع عضلات وهم عضلة حلقية عصرة لا إرادية بتتحكم في فتحة الفؤاد وعضلة حلقية عصرة لا إرادية برضو بتتحكم في فتحة البواب وآخر عضلتين وهم عضلات عصرة إرادية موجودة على جانبي فتحة الشرق وإيا العضلة الداخلية والعضلة الخارجية وبكده نبقى خلصنا درسة التغذية غير الزيتية أحياء تانية ساوي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعبيروا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين اشتركوا في القناة